موسيقى فأخذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد جمعت وكانت كثيرة وغنموا شيئا كثيرة ونهبوا البلاد من بيسان إلى بانياس وبثوا السرايا في القرى فوصلت إلى خسفين ونوى وأطراف البلاد ونازلوا بانياس وأقاموا عليها ثلاثة أيام إذن انتهت بيسان وما جاور بيسان أبيدت البلاد سبي الإباد إلى أن يقول ونازلوا بانياس وأقاموا عليها ثلاثة أيام ثم عادوا عنها إلى مرجعكة ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى ماذا نفعل بفتوحات هنا وهناك وفتح بيت المقدس وآلاف وعشرات الآلاف من المسلمين صاروا أسرى تركوا الدين تركوا الإسلام فقد الحرية صاروا أسرى بيد الفرنج يهرب الحاكم وحاشية الحاكم وعساكر الحاكم فتقع الناس أسرى بأيدي الكافرين وغير الكافرين ثم عادوا عنها إلى مرجعكة ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى ما لا يحصى كثرة سوى ما قتلوا وأحرقوا وأهلكوا فأقاموا أياما استراحوا خلالها أقول هؤلاء الناس الذين أبيدوا ليسوا من الشيعة ولا الروافض بل هم من السنة فقد أبيد أهل السنة في تلك البلاد وهذا كله ببركة حكمة وشجاعة وعدالة الملك العادل يكبل ابن الأثير يقول ثم جاءوا إلى صور وقصدوا بلد الشقيف ونزلوا بينهم وبين بانياس مقدار فرسخين فنهبوا البلاد ثم جاءوا إلى صور وقصدوا بلد الشقيف ونزلوا بينهم وبين بانياس مقدار فرسخين فنهبوا البلاد صيدا والشقيف وعادوا إلى عكة وكان هذا من نصف رمضان إلى العيد أي عيد أتيت على المسلمين السنة يا عيد أي عيد أتيت وبأي ثوب وبأي مأساة وبأي بلاد مدمرة وعباد انتهت ودمرت وأبيدت وكان هذا من نصف رمضان إلى العيد والذي سلم من تلك البلاد كان مخفا حتى قدر على النجاة أقول هل نبارك للتيمية لابن تيمية وللتيمية ما وقع من إبادات على المسلمين السنة بسبب ملكهم العادل وعدالته فوق العادة ونحن نعزي أنفسنا والمسلمين في كل زمان ومكان على ما وقع على إخواننا وأعزائنا من السنة على يد الفرنج وهذا واجبنا وتربية أمتنا أهل بيت النبي المصطفى عليهم الصلاة والسلام وأما العادل فيكفي أن نطلع على ما قاله له الرجل الشيخ الهارب الناجي من إبادة الفرنج وكما ذكر ابن الأثير يقول ابن الأثير ولقد بلغني أن العادل لما لما سار إلى مرجل الصفار رأى في طريقه رجلا يحمل شيئا وهو يمشي تارة وتارة يقعد ليستريح فعدل العادل إليه وحده فقال له يا شيخ لا تعجل وارفق بنفسك فعرفه الرجل فقال يا سلطان المسلمين أنت لا تعجل فإن إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعجل وفي الهزيمة العادل وفي الهزيمة كالغزال ورط الناس وغرر بالناس فهرب قبل الناس ومع هذا يقول للناس لا تعجلوا إنا لله وإنا عليه راجعون فإن إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعجل هذه ثغور المسلمين أين العدالة أين العادل والملك العادل أين الجهمي أين التيمي ما هذه العدالة القصوى التي يتمتع بها العادل يترك الناس يغرر بالناس يخدع الناس ويترك الناس تباد الناس والبلاد يترك ثغور المسلمين أعراض المسلمين أموال المسلمين أرواح المسلمين ليس من الشعى والروافظ ولا من السنة من طائفته من مذهبه وبالجملة يكمل ابن الأثير وبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لاحظ ما هي هذه المقاييس هو الحزم والمصلحة لألا يخاطر باللقاء على حال تفرق من العساكر هذه المصلحة يترك الناس والبلاد وهنا تتحقق المصلحة ومن الذي وصله بالأمور وبالبلاد وبالعباد إلى هذا الحال من الذي فرق العساكر من جعل البلاد متفرقة من جعلها عبارة عن اقطاعات ومناطق وممالك ودول متفرقة من الذي أضعف البلاد من الذي شغل الناس بحروب وصراعات انتهازية نفعية مالية داخلية بين المسلمين يقول وبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لألا يخاطر باللقاء على حال تفرق من العساكر لا ننسى الظرف الذي كتب فيه ابن الأثير ما كتب وهو أيضا في عصر العادل عاش فترة الحكم والحكومة والسلطان الزنكي والسلطان الأيوبي عاش في هذا العصر وفي هذا العصر وعاصر أيضا أحداث العادل ترجمة نانسي قنقر